بعد أربعة أيام من التوجيه المستمر والنصائح البناءة التي يحتاجها طلبة الثانوية العامة لبناء مستقبلهم العلمي أزدل السطار يوم أمس عن فعاليات اليوم المفتوح الذي نظمته إدارة التوجيه الأكاديمي بجامعة الشارقة بهدف إرشاد طلبة المدارس الحكومية والخاصة للتخصصات الدراسية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وذلك ضمن خطة برنامج الإرشاد الأكاديمي الذي يتيح الفرصة للطلبة وأولياء أمورهم الالتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والاطلاع على خدماتها ومرافقها العلمية والأكاديمية والاجتماعية نحن في هذا اليوم في كلية الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية التخصصات الموجودة كلها جاءت هنا لتعرض بضاعتها إن صح التعبير من المعارف ومن المساقات ومن التخصصات ومن ميادين العمل اللي موجودة في هذه التخصصات قسم اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية قسم العلاقات الدولية وقسم اللغة الإنجليزية وقسم علم الاجتماع عندما يجي الأهل والطلاب يسألوا عن أنواع الهندس الموجودين ويطلبوا معلومات أولا نشرح لهم أنواع الهندسات الموجودين في كلية الشارقة أهلهم 8 هندسات من بعدها نشرح لهم المواد التي تدرس داخل كل هندسة بشكل الطالب لما عند تقديم الطلب يكون عنده فكرة على الأقل وسط أو جيدة بالنسبة للمجالاته شارك في فعاليات اليوم المفتوح أربعة ألاف طالب وطالبة من أكثر من أربعين مدرسة من جميع أنحاء الدولة وجودنا اليوم في فعالية اليوم المفتوح لمدة أربعة أيام هو لتعريف الزائري من أولياء أمور وطلبة بالخدمات التي يقدمها المركز للطلبة المنتسبين والرغبين بالانتساب في جامعة الشارقة خلال مدة تجدهم في الجامعة إلى تخرجهم والتي تبدأ طبعا بتوفير المنح الدراسية الدعم الأكاديمي والتواصل مع ظاهية تدريس وتهضير استراتيجية لكل طالب تناسبه خلال فترة الدراسة طبعا بعد التخرج نحن هنا على استاند كلية العلوم وعندنا بالكلية خمس تخصصات الآن ماشية وتخصص جديد الخمس تخصصات هي الكمبيوتر سينس والكيميستري والماث والبيولوجي والفيزي التطويقية كلها تخصصات تطويقية الحقيقة وفي تخصص جديد اسمه جيولوجي أندري موت سينسونج إقبال عليه شديد جدا طب كثير شجعني وصح إنه طويل الدراسة بس يعني إذا فيه إشي واحد بيعمل هو بحبه لأ ببدع فيه اليوم أنا أجيت على جامعة الشارقة مناسبة اليوم المفتوح حبيت يعني إجي بشان أتعرف أكتر على التخصصات والمجالات الموجودة والمتاحة قدامي سألت يعني بعض عن التخصصات وفي بعض الدكاترة يعني وضحوا لي بعض النؤات المهمة بس لسه القرار صعب يعني أخذه هلأ اليوم المفتوح في جامعة الشارقة يمثل فرصة ثمنة لتوسيع آفاق ومدارك الطلبة لاختيار التخصص المناسب لهم وتمكينهم من رسم مسارهم المهنية بطريقة سليمة ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل بتميز وريادة في المستقبل للحديث أكثر مشاهدينا عن اليوم المفتوح وأهميته بالنسبة لطلبة الثانوية العامة معنا الدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي واستقطاب الطلبة بجامعة الشارقة التي تحدثنا بشكل مفصل عن هذا الموضوع مساء شرلا بالخير دكتورة وحياة شرلا معنا مساء الخير أهلا وسهلا أشكركم لإفتضافتنا الله يحفظك وحب أحيي طلابنا والحاليين والمستجدين إن شاء الله وأولياء أمورهم إن شاء الله نقدر نقوم بواجبنا تجاههم جميل تستعد جامعة الشارقة في كل عام لإقامة هذه الفعالية الثابتة على جدول أو برنامج عملها المتمثلة في اليوم المفتوح ما هو هذا اليوم المفتوح دكتورة؟ أولاً يعني اليوم المفتوح مفرد بس هو مو مفرد هو عدة أيام فهو ثلاثة أيام لطلبة المدارس ويوم سبت للأهل بس مسميه اليوم المفتوح لأن كل يوم إلى ميزة يعني المدارس مختلفة التوجهات مختلفة أشياء اللي شوفوها مختلفة فعادة سوينا السنة يومين لمدارس البنات ويوم لمدارس الأولاد وستقبلنا حوالي أربعة آلاف ومئتين طالب في هذه الثلاثة أيام الميزة فيها أنه انقرب بالآراء يعني انقرب يجي الطالب يشوف بالردها الأساسية بالمبنى الرئيسي 12 كلية في هذه 12 كلية لدينا تقريباً 96 بكالوريوس ففي العمداء في الأساتذة ينصحوهم على الاقتصاصات اللي تلائم تلائمهم وتلائم يعني تخصصاتهم علمي متقدم أو عادي وعندنا الأمريكين سيستم الأي بي البرتش سيستم فالأساتذة أولاً الطلاب يكسرون الخوف ما للأساتذة أكيد فيشوفون الأستاذ اللي رح يعلمهم صحيح والنصائح اللي رح ينطيهم ياها ومفتوح يسألوا شما يريدون يعني أكيد صحيح طيب اليوم المفتوح مثل ما ذكرتي دكتورة مهم جداً في اختيار التخصصات أو في توعية الطلبة بأهمية اختيار التخصصات الدراسية المقبلين على اختيارها نعم يعني هذا الجزء في غاية الأهمية لكن يمكن سؤالي عن الأهداف ما الأهداف التي تسعى جامعة الشارقة إلى إيصالها من خلال تنظيم هذه الفعالية نشرح للطلبة شو يعني الإختصاص هذا الإختصاص يعني المواد اللي يأخذها بهذا الإختصاص إمكانية العمل بالمستقبل في هذا الإختصاص وفي بعض الطلبة يعني حيرانين ما يعرفون شي درسون يعني فمثلاً يجينا طالب نسوي يعني شهادة عادية مش متقدمة ويريد يفوت طب ما يقدر يفوت طب صحيح نشرح لهم هال المسائل يعني ونشرح مثلاً يعني يجي طالب يقول اشرحوا لي ايش عندكم ما نقدر نشرح لستة وتسعين تخصص بس شنقول له مثلاً أنت ميولك ماث وفيزيكس أوكي هذا طريقك الهندسة صحيح ميولك أحياء وكيميا هذا طريقك مجمعات كليات الطب والساينس أكيد يعني نساعد على تفكير إيجابي وعلى أن يسألنا أسئلة أخرى اللي يعني توضح لثمانين أو خمسة وثمانين بالمئة يعني شو الطريق اللي رح ياخذ المنفوط للجامعة تستهدفون من خلال اليوم المفتوح طلبة الصف الثاني عشر صحيح نعم وكل من حضر هم بالفعل من طلبة الصف الثاني عشر نعم ماذا عن الطلبة كذلك المنتسبين لبرنامج الخدمة الوطنية هل حضروا هذا اليوم المفتوح أم ذكرتيلي دكتورة بأن عندكم جزئية خاصة نعم أو تعامل خاص مع هذه الفئة السنة الماضية دعينا استضافونا مع جامعات أخرى فعملنا يومين أظن للطلبة اللي مخلصين الخدمة العسكرية سويناه لهم يعني مثل ما نسوي باليوم المفتوح جميل ويعني إرشاد كامل على كل الاختصافات اللي ممكن يدرسوها بعد ما يكونوا يخلصوا المدة للخدمة العسكرية جميل هذه الفعالية تنظم في كل عام دكتورة صحيح جميل طيب ما الذي حملته من جديد في هذا العام أنا أعلم تمام بأن في كل عام هناك جديد شيء جديد هالعام مميز الحقيقة أولا صار لنا عشر سنين نقوم بهالمسألة ما شاء الله عقد من الزمن أكملته فحبينا مش يعني ما ننصح بس الطالب على الاختصاصات حبينا نعرفها على الحياة الجامعية فاللي سويناه أخذنا ثلاث كليات المبنى الرئيسي كان يحتوي على 12 كلية والاختصاصات الموجودة بها والأساتذة وفي رواق يروح من المبنى الرئيسي إلى كلية الهندسة للأولاد نعم أعرضنا فيها مشاريع الطلبة جميل طلبة الهندسة طلبة العلوم حتى الطالب لمن يشوف يشوف الله أنا رح أدرس هالمادة وهذا مصيري يعني هذا اللي رح أنطي صحيح والرواق الثاني اللي يروح من المبنى الرئيسي لكليات الهندسة البنات حطينا فيها كل النوادي العلمية فالطالب كمان يتعرف على الحياة الجامعية شوفي بالجامعة في رسم في نحد في فوتوغرافي في نوادي علمية بالهندسة بالعلوم بالكمبيوتر ساينس يعني حس أنه في حياة حتى كنا حاطين فنانين أكتشون يعني عم يرسموا ناس وعم يرسموا هذا بعد ما يشوفوا هالتور يعني ياخذهم حوالي ساعة ونص في جانب ترفيه معناته في الموضوع يعني نعم ناخذهم تور فعلي للكلية باسات تنقلهم إلى مجمعات كليات الطب حسب العلمي مجمعات كليات الطب ثم إلى المختبرات وفي الأدب ياخذهم كليات الفنون كليات الاتصال عن السوديوهات صحيح جيدة جدا صحيح فيعني يشوفون على الواقع شوفي بالجامعة جميل طيب دكتورة أعلم بأن على مدار الأربعة أيام هذه التي نظمت من خلالها فعالية اليوم المفتوح شاركت العديد من المدارس ما هي آلية اختيار هذه المدارس المشاركة احنا نبعث دعوة إلى كل المدارس لا نختار فهي على المدرسة أن تختار أنه يعني حسب جداولهم في منهم عندهم انتحانات ما يقدرون يجون فهم يحجزون احنا نبعث ايميل ونبعث فاكس لكل المدارس ونقول لهم أنه عندنا هالأوقات وهم يحجزون فالمدرسة اللي تجي تكون حاجزة فنعرف من هي المدرسة والمشرف مالها كم عدد الطلاب وإذا علمي أو أدبي لأنها يأثر بالتور اللي رح ناخذهم عليه فالحمد لله هالسنة اجانا فوق الخمسة واربعين مدرسة ما شاء الله ونحنا قبلها كنا مغطين حوالي مية وعشرين مدرسة بالإمارات ما شاء الله يعني نروح لهم نحنا أهمين يعني فتعرف غير شيء لما يجون يشوفون الصرح الجامعي صحيح يعني الحقيقة شيء مشرف يعني أنه أكيد يشوفون هالصرح جميل يعني تمتاز جامعة الشارقة من خلال هذه الفعالية اللي نحن نتحدث عنها في هذا اللقاء تمتاز بأنها من خلال اليوم المفتوح اللي يستمر على مدار الأربعة أيام تخصص يوم لأولياء الأمور فقط صح يعني أنا أبغي أتعرف كمقدم لهذا البرنامج السادة المشاهدين حابين أن يتعرفون على ماذا يحتوي هذا اليوم المخصص لأولياء أمور الطلبة أولا أحب أقول أنه في شغلتين زدناها السنة الطالب اللي جاي من مدرسة معينة شفنا منه يعني منهم الطلاب الموجودين عندنا من هالمدرسة خليناهم حطيناه لمشاع معنا المدرسة الفلانية اسألني فالطالب يتواصل مع الطالب الموجود عندنا يرتاح أكثر هاي زدناها صحيح ثانياً عندنا على الويب سايت مالنا www.charge.ac.ae عنا دردشة فورية آآ ما شاء الله أونلاين تشات فأي واحد يريد يسأل أي سؤال رأساً يطلع له حد من عندنا ويجاوبه آآ جميل فالناس يعني ما ينتظرون صحيح رأساً يجاوبوهم صحيح هاي اثنين جديد فاليوم الأهل الحقيقة كان أولادهم جايين ويا المدارس بعض منهم وبعض ما جايين اجوا ويا أهلهم فنحن بعثنا عنا داتي بيس كبير يعني بعثنا دعوات خاصة للأهل وبعثنا للمدارس دعوات خاصة لأهل الثاني عشر دعينا أهلهم فإجوا الأهل تعرفوا على الاختصاصات الموجودة الحقيقة بالجامعة أولاً وقرب رأي الوالد أو الأم على رأي الولد صحيح فيعني الولد يريد اختصاص معين والأهل كانوا متحيرين أنه لا لا تسوي هيتش يسوي شي فحاولنا نقرب الآراء ولما نشافوا يعني جدية المسألة يعني يمكن ثلاثين أربعين بالمئة صاروا يقتنعون برأي ابنهم يعني أو ابنتهم صحيح صحيح بكل شيء صحيح حتى تجهيزات الأمن والسلام التي تمتاز بها الجامعة كل شيء موجود صحيح يعني نحنا بيته عنا أكيد بيته عنا أكيد دكتورة ما هي أكثر التخصصات التي تحظى بالإقبال بالسفسارات بالتساؤلات من قبل الطلبة وأولياء الأمر من قبل الطلبة كلية الهندسة آه ما شاء الله كلية الهندسة تحظى بالسفسارات كثيرة حقيقة عنا بمختلف فروعها بمختلف فروعها عنا كل الفروع بكلية الهندسة وكلية الهندسة يعني أحسن الكليات عدنا وعندنا American Accreditation وعندنا ماجستير ودكتورة بالهندسة صحيح مجمعات كليات الطب تحظى بأسئلة كثيرة صحيح ويتفاجأون لأن نأخذ علامات كثيرة عالية في تنافس بها لأن ما نأخذ إلا يعني مئة كرسي فيه لكليات طب الأسنان ومئة كرسي لكلية طب البشري آه كلية الاتصال فيها كثير إقبال عليها كثير إقبال كلية القانون عليها إقبال كثير صحيح يعني بمختلف برامجها طبعا مختلف لدينا باكالوريوس ماجستير ودكتورة صحيح يعني بعض الأهل سألوا الرواحهم ليس بس الأولادهم يعني عندكم ماجستير بالبزنس لا عندكم ماجستير بالقانون ودكتورة صحيح عالية منهم جميل جميل دكتورة بعد الانتهاء من هذه الفعالية فعالية اليوم المفتوح ما هي الخطوات القادمة؟ والله إحنا عنا خطوات قادمة يعني إلى هلأ أولاً عنا التسجيل المبكر هي مفتوحة إلى خمسة خمسة فننصح الطلبة أن يسجلون مبكر لأن هذا يضمن لهم محل وما ينتظرون العلامة تطلع النهائية يعني بس يفوتون أونلاين ويحطون فوتوكوبي من الجواز وعلامات العاشر والحادي عشر من المدرسة والفصلين من الثاني عشر وينطوهم يعني يدفعون بالكريدد كارت 300 درهم ينطوهم رقم جامعي صحيح فالكليات مثل الهندسة والطب والكومينيكيشن عليها ضغط هذه أكيد فاللي حابب يعني يكمل ويان المشوار فيأمن محله والتسجيل العادي يفتح أربعة وعشرين ستة إن شاء الله إلى ستة وعشرين سبعة ولكليات الطب أربعة وعشرين ستة إلى ثنعاش سبعة بس إحنا بالمستقبل نفكر أنه نسوي إرشاد لصفوف العاشر والحادي عشر إن شاء الله بإذن الله يعني حتى يتحضرون هالشباب صحيح أنه يعني لا نخليهم للثاني عشر صحيح من العاشر يتحضر إذا موز شوية زين بالكيميقة ويروحها إذا موز زين بالفيزيقة ويروحها صحيح ويعني نتأمل نسوي دورات للمرشدين ما للمدارس أه أه يعني هم كل يوم وياهم نحنا نشوفهم بالسنة مرة مرتين صحيح فيعني المرشد لمن يعرف الإختصاصات ويعرف الشروط هذا فيقدر يرشد الطالب بطريقة أحسن صحيح إن شاء الله الله يقدرنا بإذن الله إن شاء الله نقدر نقوم بالواجه بإذن الله دكتورة ولو على عجالة ما يطبق من فعاليات خاصة باليوم المفتوح في سبيل الترويج للتخصصات الجامعية التي توفرها سواء بمختلف برامجها الماجستير أو الدكتوراه أو حتى البكاليريوس والتي تسهدفون منها طلب الصف الثاني عشر هل كذلك هذا الأمر يطبق في فروع الجامعة عرسبين مثال فرع الديد وفرفاكان باليوم المفتوح كوميونيتي كولوجيز كانوا كليات المجتمع ممثلين كل كليات المجتمع كانوا ممثلين ونحن نقوم نفس الشيء لفرع كلبه وفرع خرفاكان وفرع الديد صحيح فشامل الموضوع جميل جدا هم قلب الجامعة صحيح لا شك في ذلك كل التوفيق لكم إن شاء الله دكتوراه نتمنى لكم إن شاء الله أن تحققون هذه الأهداف وأن تجنون ثمار بالتأكيد مثل هذه الفعاليات الخاصة بجامعة الشارقة جزيلا شكرا وتقدير لك الدكتوراه نادية فرحات مدير إدارة التوجيه الأكاديمي والسقطاب الطلبة بجامعة الشارقة شكرا دكتوراه شكرا جزيلا إذن مشاهدين الكرام ومع جامعة الشارقة نختتم حلقة برنامج أماسي لهذه الليلة دونتم في حفظ المولى وإلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة